وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسؤولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بقطاع التمويل العقاري وبنموه جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين حيث أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري وبتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح كما كلف مدبولي بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين